ناخد أول اتصال في حلقة النهاردة أم أحمد ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك أنا وحضرتك طيبة أنت طيبة وخير وسحة إزيك يا شيخ موصف أهلا وسهلا يا فنك أنا وحضرتك طيب وسحة وسلامة يا رب يا ربي ربني خليك وأنت طيبة يا فنك ما عليش كان عندي كم رؤية كده معلش يا ريت تقوليهم لنا تفضل معلش الرؤية الأولينية بنت أختي شافتلي بتقولي أني كنت مصلية يا خالتي ومسبحة ونمت فلقيتك قدامي في المنام ما فيش قدامي لناس ولا بيوت ولا أي حاجة قال لا أنت وقفة قدام أصر أصر كبير وأغضر وجميل كده وانت وقفة قدامه وأنا جنب الأصر بابني في ثلاث طباط وانت قدام الأصر وقفة وبتبصلي وبتبتسل دي أول رؤية الرؤية التانية هي من زمان قوي يعني بتشوفت أمي في المنام هي متوسطية ربنا يخليك يا أستاذ إن هي قالتلي أنا جاي بشرك ثلاث بشرات البشرة الأولية ربنا أرضي عليكي البشرة التانية أنا أرضيت عليكي البشرة التالتة أقولي لسعيد يصلي سعيد ده زوجك ولا أخوفي سعيد ده جزء أختي بس ما كانش بيصلي يعني ولا لو في الدين قوي معلش حاجتين اتنين بساط كنت دايما أنا أشوف رؤيتين بساط كده إن أمي بتجري ورايا يا تضربني يالحقتني عايزة تخنقني كده وبرضا شوف إن أني بجري في المقابر وأني خايفة منه وكل ما جا أخرج من شارع ألا إني برضو في نفس المقابر كل ما جا أخرج من شارع المقابر ألا إني برضو في نفس شارع المقابر ما يشيب نذكري جدا يوم محمد تابعينا تفضل فاضل تشيب ما شوف أنا البيت أو في قدام أصر أو في ميال البيت البيت ده بيدل على الستر أنا ما شوف إن أنا في أصر أو داخل البيت أو قدام الأصر دوان ده حاجات أنا بتمنيها حيكون فيها ستة لأن ما ربنا أقول وقرنا في بيوتك ون وكل واحد بيبقى يتمنى إن البيت ده يبقى ما فيش أحسن منه صحيح يقول لك أنا خلاص يعني من عدي البيت دوان اللي هو السكنة والأمن والأمان طيب لما شوف المتوفي بيقول أنا رضي عنك آه طبعا زعن ربنا سبحانه وتعالى رضي عنك ما أنا حقول لك يعني ما تقول إن ربنا رضي عنك وأنا كمان رضي عنك ربنا قال وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إحسانا يبقى هنا بعد طاعت ربنا بر الوالدين صحيح اللي إحنا في كتير من الناس إحنا بنفتقد ده لإن طاعت الأب والأم كنز لا يفتح إلا بعد موته وبعدين أي حد والده عايش ووالدته عايشة إن ما كانش يغتنم الفرصة دي يغتنم الفرصة فعلا إن ما كانش يغتنم الفرصة دي وعمره ما يسعد صحيح يعني لازم إن إحنا بنوصي ببر الوالدين في قصة صعبة كتير جدا في السنة النبوية وحاجات عندنا أمسلة حية إحنا بنشوفها وبنشوف ناس كانت عندها من الخير وكل حاجة لكن بسبب عقوق الوالدين ما عندهاش أي حاجة في الصلاة أنا ما أشوف إن أنا يعني حدي بيحسيني على الصلاة يبقى أنا حدي بيحسيني على الطعوة أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولما يجي الميت في دار الحق ويقول لك مثلا صلي زكي حج يأملي دوان لازم إحنا نعملها طالما دوان ده من مبشرات أنا هنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بعدي إلى المبشرات أرؤية الصلاحة يراها الرجل أوتر والرؤية جزء من ستة واربعين جزء من النبوة وده في الصحيح البخاري والله أعلم